اشتركوا في القناة طيب القنتي بتاعنا اسمه ايه يا ولاد? اسمه يعني كم عدد. تعالى مع بعض كده نتعرف القنتي بتاعي جوا ايه? اول حاجة هناخدها مع بعضي حبيبي هناخد الفوكابولير اللي هي المفردات او الكلمات الجديدة. طيب انا النهاردة هشوف الحاجة الجديدة اللي عندي في القنتي. انا ان شاء الله هاخد ايه? او انا هاخد بازن الله النهاردة معاك الارقام. هناخد الارقام. انا في سنة خامسة اخدت الارقام من واحد لحد عشرين. طيب هل السنة دي انا هاخد الارقام من واحد وعشرين? هقولك لا. السنة دي ان شاء الله هناخد مع بعض ايه? هناخد الارقام اللي هي العشرات. مضاعفات العشرة. هناخد عشرين تلاتين. هنبدأ مع بعض اول رقم ديس. 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 ديس طبعا كلنا اخد ناس سنة اللي فاتتوا سنة خمسة. ديس يعني رقم كام? عشرة. عشرة. ديس. ديس عشرة. طيب احنا هناخد مضاعفات العشرة. بعد العشرة هقول ايه? وين. وين. وين ليها? اه. عشرون. وين. عشرون. وين. عشرون. 30 30 30 40 40 40 50 50 50 50 60 60 60 60 60 طيب مهمة قوية أولاد كده معي هتحفظ الأرقام كويس جدا من 10 لحد رقم 60 اللي هو 60 طيب عندي بعد الستون ايه انا لو هعد في مضاعفات العشرة انا عندي رقم سبعون طيب تعال مع بعضي كده نشوفوا السبعون ده كده ايه مش هيبقى رقم جديد علي بمعنى ايه يا ميس بمعنى انا لو قلت لك السبعون دي عبارة عن آآ السبعون عبارة عن ستون وعشرة طيب احنا اخدنا مع بعض طيب دلوقتي احنا اخد مع بعض طيب دلوقتي معاد سؤال المتفوقين والسؤال بتاعنا هنجاوبه في التعليقات سؤالنا بيقول سؤال بتاعي النهاردة نشوفمها بعد كده بيقول ايه بيقول كومبلت يعني طيب اكمل ايه انا كنت في المرات اللي فاتت اتي حبيبي باخد كلمات واشل منها حرفة او اتنين وكمل الكلمة. طب النهاردة انا فالقنتين بتاعي انا ااخد الارقام. هيا الارقام يا ميس بتيجي في اكمل اه يا حبيبي ده اول شكله من اشكال الاسئلة اللي على القنتين النهاردة انا زي ما تعملت مع الكلمات العادية كنت بشيل حرف او اتنين من الكلمة علشان اقدر اكملهم الارقام كمان نفس الكلام ممكن اشيل منها حرف او اتنين وابتدي ايه اكمله انا بعد ايه حفظي للرقم زي ما تشايف شوية ارقام ومطلوب من حضرتك ان انت تكتب الحروف النقصة طبعا هيبقى متوقف على ايه على حفظي للارقام كويس جدا تمام وما تنسوش اجابتكم تبعتوها فين في تعليقاتكم على الفيديو ان شاء الله طب نرجع نكمل مع بعض الانيتيب بتاعنا الرقم البعدك ده رقم سواصان ديس سواصان ديس يعني سبعون سواصان ديس سبعون كاترين كاترين ثمانون ايه ده ميسون دول كلمتين اه بس هو كده على بعضي ده رقم سمانون كاترين كاترين سمانون الرقم اللي بعد كده رقم سون 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 يعني مئة سون يعني مئة سون يعني مئة طيب لو انا عايزة اقول اضعف بقى المئة يا ميس او عايزة متين هيبقى دو سون فاكرين دول واحدية اللي هي رقم اتنين فانا عايزة اقول مئتين دو سون يعني مئتان او دو سون انا شايف كمان يا ميس حضرتك هنا حطتي حرف القس بعد كلمة سون او تروى سون يعني ثلاثمئة وكي دلوقتي معدنا يا ولاد مع الغرامير او القاعدة الخاصة بالأونيتي طيب مين فاكر معي كده عنوان الأونيتي كان اسمه ايه كان اسمه كومبياندو تمام كده برافو يبقى القاعدة بتاعتي النهاردة بيقولي عندي سؤال اسمه كومبياندو كومبياندو معناها كم عدد زي ما انت شايف كده بيجي لي وراها نوم بلوريال بيجي لي وراها نوم بلوريال يعني ايه نوم بلوريال يعني اسم جامع تمام حتى انا بالعربي كده لو عايز اسأل حد عن عدد حاجة بقوله ايه كم عدد الأقلام كم عدد الأطفال كم عدد الكتب كم عدد الكرسات تمام يبقى انا لما بسأل عن عدد بيجي لي وراها ايه الاسم الجامع تمام طيب قلي خلي بالك عندي ملاحظة كده كلنا نخلي بالنا منها شايف السؤال التاني بيقولي ايه كم بيان والدي أبوستروف والدي أبوستروف ايدي ميس هو شكل السؤال بيتغير او شكله ما تغيرش بس ايه اللي تغير حغير الأداء طب امتى حط الدي أبوستروف لما يبقى عندي نوم بلوريال كمانس بار اون فيال يعني اسم جامع بس بيبدأ بحرف متحرك تمام في الحالة دي مش هستخدم دو هستخدم دي أبوستروف ناخد مع بعض الايكزامبل اكزامبل الأمثلة كم بيان دو بوم بص كده على كلمة بوم بوم اخير هاي حرف الايه الاس كم بيان دو بوم يعني كما عدد الايه التفاحات كما عدد التفاحات مفروض اجاوب هنا بره هو جايب لي رقم عشرة ايه دميس انا نزل بقى رقم عشرة كده زي ما هو وانا كده أجاوبت على السؤال لأ هنكتب الرقم بالحروف اه علشان هو مديني الارقم بالحروف وانا حافظتها فلازم في الامتحان أكتب الرقم بالحروف هتبقى ايه الاجابة بتاعتي عشرة يعني ايه ديس يبقى ديس ايه عشر ايه عشر تفاحات ديس بوم اه يبقى كلمة بوم هنزلها زي ما هي وحط قبليها الرقم يبقى ديس بوم عشر تفاحات طيب نشوفها بعد كده السؤال التاني كومبيان دورانج كومبيان دورانج يعني ايه يا ميس كم عدد البرتقالات بس نبص كده على كلمة اورانج اه يا ميس الاو اه والاو ده من الحروف الويال حالكة عشان كده مش هحط الدو هستخدم بدلها دي الدي طب هنا بره جايبلي المفروضة جايب رقم كام خمسون خمسون يعني ايه بس نستة اتفقنا برافو سمعيكو خمسون يعني سان كونت سان كونت ايه اورانج يعني خمسون برتقالة خمسون برتقالة وما ننساش ان احنا نحط حرف الاس عندي سؤال بقى كده تعالى نشوفه مع بعض بيقولي مي لمو انردر رتب دو وعلم تستفهم شا كومبيان هنا بيسأل عن عدد القطط وهيقول كومبيان دو شا كم عدد القطط طيب نشوف مع بعض الجملة التانية يبقى كومبيان دو شا عدد القطط السؤال اللي بعد كده ديس فيست فين كاتر ايه دا؟ ديس و فيست فين وكاتر طب اعمل ايه بقى؟ دا رقم ديس و فين وكاتر دول مع بعض الرقم اللي هو رقم ايه؟ تسعون رقم تسعون عايزة اقول تسعون جاكت هيبقى ايه؟ اه كاتر فين ديس فيست كاتر فين ديس فيست تسعون جاكت كامل بقي السؤال مع بعض ايجل اعلم تستفهم كومبيان دي ابوستروف همم هنا سؤال كومبيان ديجل كم عدد النسور ها طبعا كلمة ايجل عشان بتبدأ بحرفه في ال حطنا لها دي ابوستروف طيب الكلمة اللي بعد كده دي استيلو سواسان دي ستيلو سواسانة دي ستيلو سواسانة هايبقى سواصنة ديس ستيلو يعني سبعون قلم سواصنة ديس ستيلو سبعون قلم عندي سؤال جديد كده تعالى نقرأ مع بعض يعني ايه يعني اكمل النقاط كمبين نقط هتبقى ليه دي أبوستروف علشان أرموار بتبتدي بحرف متحرك لو حرف الأو السؤال الثاني نقط دو تابي عايزة اسأل عن عرض السجادات هقول كمبين دو تابي يبقى لازم حضرتك تكون حافظ كلمة كمبين دو بتكتب ازاي اوه يبقى ترواصن راجل ترواصن راجل عندي سؤال اسمه شوازي شوازي يعني اختر شوازي شوازي يعني اختر اختر نقط دو بوم عايزة أقولك مع عدد التفاحات كمون ولا كمبيان هتبقى كمبيان كمبيان دو بوم لأن الكمون دي بتاعت المرة اللي فاتت دي حاجة تانية اوه يبقى كمبيان دو بوم نقط ديس ليفر اوه ديس ليفر دا كان رقم سبعين اللي هو سوازان ديس سوازان ديس سوازان ديس يعني سبعون كتاب سبعون كتاب كمبيان نقطة أورانج هتبقى اوه خلي بالي من كلمة أورانج بتبتدي بحرف متحرك دو ولا دي أبوستروف هتبقى دي أبوستروف كمبيان دو رونج كمبيان دو رونج يعني كمعدد البرتقالات كمعدد البرتقالات السؤال اللي بعد كده كاترفين بول ولا فاش اوه كاترفين داي مس سمانون سمانون طبعا ده كده هيجيلي وراها اسم جمع طبعا عندي كلمة بول سمانون دجاجة سمانون دجاجة مرافو وكيه معدنا دلوقتي حبيبي مع سؤال المتفوقين طبعا احنا كلنا متفوقين طيب السؤال بتاعي بيقول ايه سؤالنا النهاردة بيقول ريبوند يعني اجيب تعال مع بعضي كده نشوف السؤال الاول بيقول لي كمبياندو بورت كمبياندو بورت كمبياندو بورت وجايب لي برا هنا رقم مفروض انا اجاوب عليه طيب السؤال التاني بيقول لي كمبياندو تروش كمبياندو تروش وجايب لي هنا الرقم بتاعي منتظرين اجابتكم ان شاء الله في تعليقاتكم على الفيديو والى اللقاء في فيديو اخر جديد او رووار ترجمة نانسي قنقر